إستم موجودين مع حضراتكم من مدينة العالمين الجديدة ومن تاني أيام فعليات مهرجان العالمين والحقيقة أنه زي ما كنت بقول حضراتكم من البداية وتم التخطيط هنا لأنه المدينة دي ما تكونش مدينة موسمية شهرين سف كده وخلاص لا الموضوع أكبر وفيه نظرة أعمق من كده للمدينة دي واللي بكل تأكيد إحنا نستحق ده كمصريين ونستحق أنه يكون عندنا هذه الوجهة السياحية الهمة جدا والحقيقة أنه يمكن من أحد عوامل الجذب واللي احنا دايما بنشوفه في العالم كله هو التعليم والجامعات اللي تكون موجودة ويمكن فكرة الجامعات الدولية والأهلية بقت موجودة في مصر وأنه يكون عندنا في العالمين هنا يعني جامعة دولية يعني زي ما بيقولوا كده جامعة من هذه الجامعات الذكية اللي يكون فيها مجالات مختلفة تناسب سوق العمل ومجالات يمكن كنا قبل كده ما بنسمعش عنها الذكاء الاصطناعي وغيره ده شيء مهم وأنه يكون ده موجود في العالمين الجديدة موضوع مهم جدا عايزين نتكلم مع حضراتكم أكتر عن هذه الجامعة معانا دلوقتي في الستوديو ومنوارنا دكتور عصام الكردي رئيس جامعة العالمين الدولية أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بسيطة ويعني متشرفين موجود حضرتك معانا في فعليات مهرجان العالمين الجديدة أهلا بحضر يا فاندي مشرف لنا أهلا بسيطة عايزين نعرف الناس أكتر عن الجامعة دي يمكن أنا عارف أنه السنة اللي حتدخل السنة التعليمية الجاية هي رابع سنة للجامعة وأهم الكليات اللي موجودة في الجامعة جامعة الأعلمين الدولية بدأت في أكتوبر 2020 السنة اللي احنا خلصناها دي تعتبر ثالث سنة أكديمية وإن شاء الله حنستقبل رابع دفعة من الدفعات الجديدة الجامعة زي ما حدقك قلت هي جامعة من الجيل الرابع أحد أربع جامعات بدأوا جامعات أهلية الجامعة نفسها مبنية على ما يسمى بالمجالات وليس الكليات لأن النهاردة بقى فيه ديناميكية سريعة جدا في حركة البرامج الدراسية وتغيراتها مع دخول الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخمسة فبالتالي البرامج النهاردة بتتغير ويتم تحدثها بسرعة شديدة جدا فالجامعة مبنية على مجالات وليس الكليات وبالتالي هي مبنية على برامج أكثر من الكليات عندنا عدد كبير من البرامج عندنا حوالي 18 برنامج منهم برامج في استخدام الزكاة الاصطناعية وهو ده الحقيقة ده المستقبل القريب أن كل حاجة نهاردة بقائنا نستخدم فيها زكاة الاصطناعية عندنا مجال مخصوص لعلوم مهندسة الحاسبات تحت كلية علوم مهندسة الحاسبات بالإضافة طبعا إلى كلية الهندسة وعندنا كلية طب الأسنان وعندنا كلية السيدالة وعندنا أول بكالوريوس في الصحة العامة في الجامعات المصرية موجودة في جامعة العالمين الدولية بالإضافة إلى البيزنس كلية الأعمال والفنون والتصميم وبالإضافة إلى كلية العلوم أيضا